حدثنا روح حدثنا مالك عن زيدي بن أسلم عن عمر بن معاذ الأجهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقر أن أحدى كنا لجارتها ولو كرع عشات محرق حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن أمرأة من نصائهم قال وقد كانت صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اختضبي تترك أحدى كنا الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت لها عز وجل وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين حسنا هيثم يعني ابن خارج تحدثنا حفص بن ميسرة عن أبن حرملة عن أبي ثيفل المزني أنه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حوتي بن يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار حسنا سعيد بن خثيمين أبو معمر الهلالي حدثتني جدتي ربعية ابنة عياض الكلابية قالت سمعت عليا يقول كل الرمان بشحمه فإنه ضيباغ المعيدة حان معتمر ابن سليمان عن صباح عن أشراس قال سئل ابن عباس عن المد الجزري فقال إن ملكا موكل بقاموس البحر فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت وقال حدثني ابراهيم بن دينار حدثنا صالح بن صباح عن أبيه عن أشراس عن أبن عباس مثله حانا سفيان يعني ابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة أن مريم فقدت عيسى عليه السلام فدارت بطلبه فلقيت حائك فلم يرشدها فدعت عليه فلا تزال تراه تائها فلقيت خياطا فأرشدها فدعت له فهم يؤنسوا إليهم أي يجلسوا إليهم ترجمة نانسي قنقر